أمم حياتك يلا نروح لكوكب تاني كل يوم احنا قلنا 30 رحلة ل30 كوكب هنعيش مع أخلاق سامية وعايزين نكرر الحديث كل مرة عشان نفكر إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا بأن احنا عايزين نقرب أكتر وأكتر وده هدفنا الأسمى أن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى وأن احنا نقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة كلنا بال يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا عايزين نحسن أخلاقنا عايزين نرتقي بأخلاقنا عايزين تبقى أخلاقنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ونقرب أكتر وأكتر من حبيبنا والله الذي لا إله غيره أكبر سعادة نسعادها في الجنة بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون في صحبة رسول الله الرجل يأتي إلى النبي ويقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشأ الله أراك فإذا بالحبيب المصطفى يسكت ولا يتكلم وينزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يلا سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ركبنا سفنت الفضاء طلعين يلا بنسكن ربنا بنصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم وصلنا للكوكب اللي احنا عايزينه النهاردة واللي احنا محتاجينه بجد في تعاملاتنا وأخلاقيتنا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وصلنا النهاردة لكوكب الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع الرفق من شيء إلا شانا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخو يا حبيب إن شانا نضيع وقتنا تعال نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت ونشوفهم ونقرب منهم ونتعلم منهم كان أول قصر قدام عيننا على طول مباشرة لو احنا داخلين قصر الصديق ثاني اثنين أبي بكر رضي الله عنه أرضان اللي النبي قال عنه كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وفي رواية أبي يعلى بسند صحيح أرأف أمتي بأمتي أبو بكر أكيد حضراتكم كلكم عارفين مين هو أبو بكر عارفين رحمته عارفين رقة قلبه عارفين حرصه على الرعية عارفين رفقه في الدعوة إلى الله رفقه في معاملة الناس رفقه في معاملة الكون ده كله لأنه تعلم كل دوت على يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كان أول قصر هو قصر أبي بكر وأكيد أبو بكر يستحق أن يكون لي أصرف كل كوكب لأن أبو بكر هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الأصر الثاني بسرعة وفي عجالة عشان ما نقدرش ننسى أبدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي النبي قال عنه إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك اللي النبي قال عنه لو كان نبيهم بعدي لكان عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه اللي كان بيجلس بجوار البعير البعير مش المريض ده النهاردة بتلاقي الشاب أو الولد أمه مريضة مش هاين عليه نولها كباية مية مش هاين عليه يسأل عليها أو يطبطم عليه لا ألف السلام يا أمي شفاك الله وعفاك مش قادر حتى يروح معها عند الدكتورة مش قادر ليه لإنه مفيش بر ومفيش ربنا عفينه وعفينكم مفيش رقة قلب مفيش رحمة مفيش رفق عمر بن الخطاب مش جالس جنب أمه مش جالس جنب ابنه جالس بجوار بعير مريض وهو يبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة عمر بن الخطاب اللي بيقول إني لأخشى لو عفرت عنزة في العراق أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها بطريقة يا عمر الله أكبر عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام جاله واحد رجل فقير جدا ومع بناته لبسين لبس مقطع وزغته لبسة لبس مقطع وهو محتاج أن حد يكس زغته وبناته يروح يقول له كلمات مؤثرة يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون قال إذن أبا حفص لأمضين قال ولئن مضيت ماذا يكون قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فيبكي عمر بن الخطاب ويدخل ولم يجد إلا حلة واحدة كان يمتلكها فأخذها وأعطاها للأعربي وقال خذ يا أخ العرب خذ هذه الجب ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة إيه الرفق وإيه الرحمة وإيه اللين وإيه الجمال ده كله مين يعمل كده في الزمن ده يا جماعة عمر الخطاب يعمل ده كله وبيحكم 26 دولة ورغم ذلك يديه له الحلة الوحيدة اللي بيمتلكها ويقول له خذ هذه ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة تعالوا نشوف القصر الثالث الجميل اللي بيبرق قصر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أرضاه عمر بن عبدالعزيز اللي إحنا حكينا عنه وبنحكي عنه كتير وكتير إنه شبع الدنيا كلها وما لاها خير بفضل الله سبحانه وتعالى لما صار على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب في يوم الأيام أرسل قتيب بن مسلم لفتح مدينة سمرقند مدينة سمرقند عمر بن عبدالعزيز كان يشتهي أن تدخل في الإسلام فأرسل قتيب بن مسلم قتيب بن مسلم معالما من أهل سمرقند إن هم ناس شداد صعب جدا إن هو يخش يحتل المدينة دي إلا مباغتة فدخل فجأة واحتل البلد كلها فبعد أهل سمرقند كان يعرفوا شيئا عن الإسلام قالوا يا جماعة الناس دولة دينهم ما بيأمرهمش بكده الناس دولة دينهم بيأمرهم إنهم يعرضوا علينا الإسلام فإن رفضنا ندفع الجزية وإن رفضنا الجزية يحربونا لكن عشان يخشوا يحتلوا البلد بالسرعة دي لأ دينهم ما بيأمرش بكده قالوا خلاص يعرضوا الأمر على أمير المؤمنين بتاعهم فأرسلوا رجلا إلا عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة قباري بقى دخل المدينة فسأل قال أين قصر أمير المؤمنين خلاله ما عندوش أصر طب أين يعني المكان بتاعه أي مكان قال له ما فيش بيت صغير كده كوخ صغير طب فين هو قال لواحد قال له امشي في الشارع ده أخره كده يمين هتلاقي بقى واحد هناك هو ده أمير المؤمنين فراح فوجد عمر بن عبد العزيز أعزكم الله عمل طين بمية كده يعني مية بطراب عملها طين وعمل بيليس فتحكت موجودة في الجدار بتاع الكوخ بتاعه إيه ده فرجع لراجل قال يا أخي أردت أمير المؤمنين فأرسلتني إلى رجل طيران راجل بيشتغل في الطين قال له والله هو أمير المؤمنين مش بيصدق روح له والله فراح راجل برضو مش بيصدق فراح لقى برضو شغال في الطين عمل بيليس الفتحات الموجودة في الجدار فقال له أنت أمير المؤمنين قال أجل قال إني رجل من أهل سمرقند أرسلني إليك أهل سمرقند لأن قتيب ابن مسلم الذي أرسلته لأهل سمرقند فعل كذا وكذا وكذا فنريد منك أن تقضي بيننا بالإسلام قال له طيب راح أغسر إيديه وراح جايب ورقة وكاتب إلى قتيب ابن مسلم إذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا يحكم بينكم وبين أهل سمرقند الرجل أخذ الرسالة وعمال بيقول لي طب أروح برسالة أقول لهم يا أقول لهم رحت الرجل الطيان وبعدين جبت لكم الرسالة طب هيعمل إيه معقول الرجل ده اللي كان وقف عمال بيليس الكوخ ده هو ده اللي هيغير الموضوع ويخلي دولة كاملة محتلة يخرج الجيش منها يعمر من ورقة يا عم وخلص نفسك وبعدين فجأة قال طب ما أنا لو رميت الورقة هم هيظنوا أن أنا ما رحتلوش وهيكذبوني خلاص أخذوا الورقة وأمر يا الله راح الرجل رجع سمرقند وراح مدي الورقة لواحد كان مكان قتيب ابن مسلم ليه هو قتيب وراح فين الرجل عباد ما راح من سمرقند للمدينة ورجع تاني كان قتيب ابن مسلم مات رحمه الله رحمة واسعة فرح مدي الورقة للعينة بعد كتيب ابن مسلم فعين الرجل قاضيا من قضاة المسلمين هناك في أرض الجهاد فقال أجل إن رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرنا إن أردنا أن نغزو دولة كافرة أن نعرض عليهم الإسلام أولا فإن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب ولا نبدأهم حتى يبدأونا لكن كتيب ابن مسلم زي ما أنت عارف بقولك تعجل الموضوع لأنه عارف أن أهل سمرقند دي ناس أشداء فلما وصل الحكم للقاضي قال فأحكم على جيش المسلمين أن يخرج فورا من أرض سمرقند وأن يخرج إلى حدود البلاد وأن يبدأ في عرض الإسلام على أهل سمرقند خرج الجيش بكله يا جماعة الخير يا مسلمين عمرك أسبعته عن أي جيش على وجه الأرض دخل البلد واحتل البلد وبعدين خرج لمجرد أن سمع كلمة من حاكم مسلم أو من قاضي مسلم أخرجه مين يعمل كده المسلمين بس وقرأوا في التاريخ وعرفوا سر عظمة هذا الدين العظيم اللي بيتهم الآن بالإرهاب شوف أديه فخرج الجيش كله وعرضوا على أهل سمرقند الإسلام فأهل سمرقند قالوا إن دينا يحكم بمثل هذا العدل والإنصاف لدينه الحق فأسلم أكثر أهل سمرقند ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أخي وحبيبي دي كانت سورة من رفقه عمر بن عبد العزيز أكيد لازم يكون لي أصر في كوكب الرفق تعالوا نشوف الأصر اللي بعديه أصر عجيب جداً وهتتعجب له أكتر لما تعرف إن ده أصر هاروني رشيد هاروني رشيد اللي حكم ستة وعشرين دولة وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا هاروني رشيد اللي كان بوجاهد سنة في سبيل الله وكان حج سنة سنة في الجهاد وسنة في الحج ويعني الإعلام هو الذي شوه سورة هاروني رشيد وصوروا بأنه زير نساء عيازاً بالله هاروني رشيد كان من أعبد الناس لله جل وعلا وكان يجلس في حلقات العلم للأئمة الكبار رحمهم الله رحمة وسع هاروني رشيد وهو في حربه لاسترداد القدس جرح قائد الصليبيين تتعجب لهذه الحادثة العجيبة التي لا يرى التاريخ نظيراً ولا مثيلاً لها جرح قائد الصليبيين يقوم هاروني رشيد بنفسه يقوم علشان يداوي جراح قائد الصليبيين يا سلام إيه ده إيه الأخلاق دي يعني تخيل حضرتك كده لو إن دولة إسلامية ناردة بتقاتل اليهود ويوم يجي قائد اليهود يصب جراح فقائد المسلمين يقوم عشان يعالجه تخيل الصورة عاملة إزاي؟ عشان كده الناس حبت الإسلام حبت الإسلام من خلال أخلاق يا مسلمين محتاجين نرجع مرة تانية الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم مصالح الأخلاق الإسلام دعوة أخلاقية محتاجين نعيش الأخلاق ديت الدين المعاملة أنا عارف الحديث لا يصح لكن معناه صحيح إن فعلا الدين ده معاملة عاملني أخي عرفني أخلاقك وريني الصدق والأمانة والإخلاص وريني زوءك وريني بسمتك الحانية وريني الرفق والرحمة في التعامل حبيبني في هذا الدين ما تكونش حجر عثرة بيني وبين الدخول في هذا الدين محتاجين نرجع على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن زي ما قلتلك كان أعظم قصر في كل كوكب وسيكون أعظم قصر في كل كوكب هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف بقى صفحات مشرقة منيرة بنهديها للكون كله يا رب الناس كلها تعرف وتشوف وبنقول للكون يا ناس اسمعوا وشوفوا أخلاقوا ورفق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة اشتد إيزاء المشركين بالمسلمين قتل وتشريد وتعذيب وإيزاء حاجة فوق الخيال فقام الصحابة كما عنده مسلم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين بالله عليك تأمل كده قتله تشريد وضربه أخذ أموال وسرقة يعني وتنكيل وعذاب لا يخطر على قلبه باش إبادة جماعيا الصحابة رحين يسألوا النبي ألا تدعو الله على المشركين وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة يا الله فعلا رحمة صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف صور من إيزاء النبي في يوم من الأيام النبي كان ساجد عند الكعبة ورموا سلى الجزور سلى الجزور اللي المشيمة بتاعت الناقة بعدما بتورده ده شيء يعني مقزز جدا رموه على ظهر النبي ولم يجد له ناصرا بعد الله عز وجل إلا بنياته فاطمة شالت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رموا التراب على رأس النبي كسروا ربعيته وشجوا جبينهم في غزة أحد دبروا تسع مؤمرات لقتل النبي طردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلادي الله إلى الله وإنك لأحب بلادي الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت كل اللي ابتلقات والتهمة في عرضي صلى الله عليه وسلم كل اللي ابتلقات ديت وكان النبي يرد دائما اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تخيل في غزة أحد اتقتل سبعين من خيرة الصحابة كان من ضمنهم حمزة بن عبد المطالب اللي هو عم النبي وأخوه في الرضاعة اللي هو أسد الله وأسد رسول الله والنبي راجع والجراح ملي قلبه ورغم ذلك في اللحظة ديته هو راجع بينظر إلى سفح جبل أحد ويقول اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون تخيل عمرك شفت رحمة طب الرحمة دي تكون في الوقت يعني في وقت عادي إنما في وقت أزمة زي أحد لسه سبعين واحد من خيرة الصحابة مقتلين اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هو النبي ما كانش قادر يرد على المشركن النبي كانت قوته بأدي يا جماعة حد عارف النبي كانت قوته بأربع تلاف رجل حديث في البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلاً في رواية أبي نعيم في سفة الجنة أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلاً من أهل الجنة الرجل من أهل الجنة قوته أدي يا جماعة ارجع الحديث التبراني في الكبير بسنة صحيحة زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماعة أربعين في مية باربعة ألف وريضة علق الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل ورغم ذلك في تلاتة وعشرين سنة النبي لم يقتل إلا رجلا واحدا وهو أمي بن خلف بس تخيل ما تيجي تقول بقى أن الإسلام كان حريص جدا على سفك الدماء فين سفك الدماء؟ النبي يمتلك قوة أربعة آلاف رجل ولم يقتل إلا رجلا واحدا وكان لها سبب طبعا الرجل كل ما قابل النبي يقول له لإن لقيتك خارج مكة الأقترانك كرر الموضوع مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين النبي حس بالمهانة ما ينفعش يتقالي الكلام دا للنبي فقال بل أنا والله الأقترانك فأتره النبي صلى الله صلى الله تخيل تعال نشوف موقف جميل جدا حديث روال بخاري عن أنس بن مالك إنه كان ماشي مع النبي عسلام في يوم الآيام ولقى رجل أعرابي جاي للنبي من وره ورح خنق من تلبيبه وقال أعطني من مال الله سبحان الله لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ واحد جاي بيخنؤك هو بيشحت بس بيشحت بطريقة يعني إيه؟ بطريقة يعني هسترية جاي بيخنؤ عشان يشحت بيقول له أعطني من مال الله فاستدار النبي وتبسم وأمر له بعطاء الله أكبر يعني لو واحد ما كان النبي على السلام كان ممكن نرك له برجل ومن غير ما حتى ببصرة أو استداره وروح ممدينه أي حاجة في وشه ولا حاجة شوف النبي عمل إيه؟ استدار اهتمام بالرجل وببسم في وشه وروح أمر لها بعطاء شوف تلات حاجات لا تخطر على قلب بشر في الموقف ده عملها النبي صلى الله عليه وسلم ييجي واحد يهودي اسمه زيد بن سعنة زيد بن سعنة ده حبره من أحبار اليهود حبره عالم من علماء اليهود في يوم من الأيام النبي استلف منه عشرين ساعة من طمر وقال له هردهم لك مثلا مثلا يعني يوم واحد لمضان فالرجل حبي يختبر حاجة في النبي فراح رايح له بواحد شعبان مثلا وقال له يا محمد إنكم بنوا عبد المطالب قوم مطلم في الأداء دايما كده بتمطلوا وتتعبون فلو سمحت ايه يعني قد ما عليك من الطمر فإذا بعمر المخطاب طبعا ايه الرابب بيقوله إنكم بنوا عبد المطالب قوم مطلم في الأداء وبيزعق للنبي فعمر المخطاب رحمة طلع السيف وقال أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أنظر وأسمع والله لو لأني أخشى من غضب رسول الله لضربت عنكك بالسيف وإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة بجد وينبع الحنان حقيقي يقول له ما طلبنا منك هذا يا عمر أردنا أن تطلب مني أو أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب بس ده اللي احنا كنا عايزينه منك ثم قال يا عمر اذهب بهذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من تمر وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته أنت لما خضيته ونتعفش اللي حصل له بقى فهم إزاي ونتعرف سبحان الله يا رجل الزمنه مات فيها فرح إيه عمر الخطاب ماشي مع زيد بن سعن اللي هو حبر اليهود فزيد بن سعن بيقول له إيه ألا تعرفني يا عمر قال له لا قال أنا زيد بن سعن قال خيبك الله زيد بن سعن حبر اليهود قال له أيوة قال له ما الذي يحملك على أن تفعل هذا مع رسول الله قال يا عمر قرأت صفة النبي في الطورات والإنجيل فرأيت كل شيء إلا أمرين أردت أن أستغفق منهما قال له ما هما قال أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهلة عليه إلا حلمه أما وأن قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم زيد بن سعن من رفق النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم دعا نشوف قصة تانية غريبة جدا صور رهئر يعني والله بقول يا رب يا رب الدنيا كلها تسمع وتعرف قد رفق النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما النبي والصحابة أتلوا سبعين واحد من مشرك كريش طبعا يعني كانت موقعة بالنسبة لهم دي بقى كانت يعني يوم الفرقان يعني إيه موقعة فاصلة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة كان واحد اسمه صفوان بن أمية مشرك وعمير بن أمية مشركين النبي في المدينة وهم الاتنين في مكة فقعدين عند الحجر فصفوان بن أمية بيقول إيه والله ما في العيش خيرهم بعد قتل القريب بعد الأخ أبو لهب والأخ أبو جهل والإخوة الأفاضل هتروا فما نفعش العيش هتنفع إزاي أعيش إزاي من غير أبو جهل وأبو لهب والشلة اللي ما يعلم بقى لرب المم فالتاني بقى أخد منه اللفظ بقى كلمة عنه عمير بن أمية قال له والله لو لا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا صفوان كان غني جدا قال له بس خلاص تاهته الإنهم دينك ديني عسى أسدلك أنا الدين وعيالك عيالي قالك يا أبو عندي واذهب الآن وقت المحمد قال له بس خلاص عمير بن أمية عملي يا جماعة رحمة ولع نار وراح ايه حطت السف في النار لحدا ما الحديد بتاعه حمر وراح مطاق